رئيس حكومة تقليم كردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين أن حجم القروض والالتزامات المترتبة في ذمة الإقليم تتجاوز السبعة مليارات دولار مسرور بارزاني أشار في تقرير عرضه على برلمان كردستان إلى أن أجمالي الديون والالتزامات المالية بما فيها قروض المصارف ومدخرات الرواتب الموظفين في إقليم كردستان تصل لنحو ثمانية وعشرين مليار دولار ونصف المليار واشار مسرور بارزاني في حديثه إلى تعذر توزيع رواتب الموظفين لشهرين منذ تسلمه الحكومة بسبب عدم إرسال المستحقات المالية من قبل الحكومة الاتحادية خلال أشهر أيار وحزيران وتموز الماضي وانخفاض الإرادات المحلية مبينا أن الأقليم يعتمد على الواردات الشهرية دون وجود احتياط مالي ترجمة نانسي قنقر